اعلنت مملكة البحرين الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي حيث تشكل الاستراتيجية مسارا واضحا للوصول إلى الاهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 التي تتضمن تخفيف الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 ما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060 وترتكز الاستراتيجية على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه كما تعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية وهي تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك لأمثل لها وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها كما تهدف البحرين من خلال الاستراتيجية لتكون مركزا إقليميا لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومارنة وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية واشؤون شباب رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيس في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتبعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة بدعمها الإبتكار في صناعة الطاقة محليا مضيفا بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارا واقعيا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060 ترجمة نانسي قنقر